زياد كمال هل الزمالك طلب انه يرجعه في يناير اللي جاي؟ اه لا يناير اللي جاي لا لا في الانتخالات الصيفية اللي فاتت كان طلب المهندس حسين لبيب اه قاله خده خلاص طلبه يعني قال لك عايزين نقعد عشان نرجعه يعني و بعد كده يعني عمل اعادة تقييم للوضع اه وقال لي لا اي ايمان هنخليه خلاص اه يعني انت قال لك انا هرجعه كان في العقد من حقه لا هو مش من حقه بس كانت باتفاق طبعا احنا احنا في بيزنس اه الزمالك يعني الشريك استراتيجي مع امبي اه العقد ما بيقولش كده العقد بيقول باتفاق الطرفين اه لا هو شايف انه عايز نرجعه هنقعد ونتفق ونشوف الوضع ايه ونعملهم طب انت ليه زياد كمال نشوف تقلق مع الزمالك انت معينك انت كان تصورك ان اللعب ده عيروف حتى تاني هو مش تصور يا خالد اه هي ارقامه عندي بتقول كده اه وارقامه في المصري اه بعدية بتقول كده طبعا بس ممكن يكون انا انا شايف يعني اه زياد كمال لعب هادي ام اعتقد برضو تاني عشان برضو مش بتاع كورة عشان ما نتكلمش بكده ممكن تكون كورة الزمالك سريعة ام هو لسه ما خدش على الفكرة دي زياد هادي هو بطيش اه وارد اه انما اللي احنا متأكدين منه اه ان زياد عنده حاجات في الكورة مش موجودة في مس كتير فعلا لا دي البيانات اللي بتجيدي طب حروح لك لحد تاني امبرح محمد حمدي نزل اخر لا محمد حمدي ده في موضوع تاني خالص هنا بقى السؤال لا محمد حمدي ده في حتة تاني يعني ايه لا يعني محمد حمدي يروح الزمالك ينجح يروح اه الاهل ينجح يروح في اي حتة ليه ليه شخصيته كده انا عايز اقول لك هو نزل دقيقة واربعين ثانية في الموتش اللي فده اه دي واربعين ثاني ضغطه تعادل عملكه ركعب ايه هو كده هو متزن جدا عارف هو بيعمل ايه ما فكرة حتى القصة اللي كان ناس جايبينها على السوشيال ميديا ساعة لما خد الكفية بتاعة تنادي الزمالك وحطها على كاس على كاس السوبر افريكي هو بيفكر كده فعلا هو فعلا محترف يعني سبي امبي راح الزمالك اعارة وانا عارف انه رجعلي بس الاثناشر شهر دول انا في الزمالك انا زمالكاوي انا بحب الكان دا انا هدي كل حاجة الكان دا وهفكر بالنغي دي انت كنت في يوم الايام قلت مش هلعبه في مصر لا مش هبيوه في مصر اه مش هبيوه في مصر ايو ايو انا مبذيتوش لكن انت شايف ان محمد حمدي لعيب بشخصية تخليه من انجح اللعيب السندي محمد حمدي اول ما هياخد فرصته وهيلعب مش هايطلع بملعب هيبقى اساسي محمد حمدي يعني مجرد ما يعني حياخد الفرصة كاملة اعتقد يعني ان هيبقى ليه دور في الزمالك كبير جدا الفترة اللي جاي بسبب البنود اللي انت حاطتها ولا بسبب من الزمالك انا على فكرة محطتش بنود انت قلت لازم يلعب ومعرفش لا لاني مش بنود ده واقع اي بس ما فيش حد بيحط متفرده على الفرقة يعني انا ما بفردش يا خيرت انا القصة كلها احنا لي نشروط محددة انت من حقك تقبلها ومن حقك ترفضها انت بتطلع اللعيب بتاعك عشان يظهر انا لها باكتج معينة اذا ما خدتش من لعيب فلوس اخد منه مشاركة عشان اعرف اسوقهم ودي بتبقى قصد دي زياد كاملة تلعب عشرة مليون في السنة والسنة اللي بعدها خمستاشر الكواليتي بتاع محمد حمدي اكثر ندرة محمد حمدي بيلعب في اكتر من مركز فالسوق بتاعه اعلى فلما اجي اطلعه بفلوس اقل لازم اخد قدامها بانيفتز تاني البانيفتز التاني دي اول حاجة لقدرت النادي مشاركة اللعب عشان يتسوق بالمناسبة يعني هو نادي السوتش الروسي اللي جاي منه محمد عطيته الله اه يحي عطيته الله هو نادي السوتش الروسي كان الاختيار الاول ليه محمد حمدي يناير الفات لا والله وانا اللي وقفت البيعة يعني هو كان رايح مكان يحي عطيته الله هو لا يحي عطيته الله رايح مكانه ايوان فهم